المئات من العراقيين من مختلف الطوائف يتظاهرون ثلاثاء في شوارع العاصمة بغداد للضغط على حكومة حيدر العبادي لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع وأزمة سياسية منذ شهور الاحتجاجات التي دعا إليها زعيم الطيار الصدر مقتضى الصدر تتزامن مع استئناف جلسات مجلس نواب العراقي المتظاهرون يطالبون رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به منذ سنوات خاصة في ظل الإنسداد السياسي بعد قيام 174 نائبا من أصل 338 منذ نحو أسبوعين بالاعتصام داخل المجلس وعقد جلسة أصفرت عن إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان